هو طبعا يعتبر اختراق كبير وتطور كبير في علاقة ايران بالدول الغربية والعالم كذلك والحقيقة هو كما نعرف انه هو المحور الرئيسي في الاخبار العالمية هذا اليوم وانا تتبعت كل ما قالت عليه الانباء زي سكاي وزي بي بي سي وغيرها سوعت يعني هو طبعا يعني ابتدت اختبار حسن النواية واختبار الثقة وبناء الثقة مع ايران بين ايران وبين الدول الاوروبية وكما نعرف ان كاري عاد مع وزير خارجية البريطاني في التائرة الامريكية الرئاسية الى لندن واعتقد انه الان في بيت السفير الامريكي في لندن لان رأيته الصورة وهو يدخل منزله في هايت بارك فاعتقد ان هناك تطورات ايجابية كبيرة جدا وده مهم جدا وبالتالي تمانت الاطراف الاخرى زي اسرائيل وبعض الدول العربية كذلك التي لها قلق على البرنامج النووي الايراني هم جدا برأيك دكتور وفيق يعني ماذا قدمت الدول الغربية بوجب هذا الاتفاق تحدث عن الاتفاق ودقائق كبيرة ربما دكتور هانيزادة قد يفيدنا اكثر في موضوع دقائق الاتفاق ولكن على مستوى وجهة النظر الغربية يعني ماذا قدمت دول الغرب لكي تصل لهذا الاتفاق ما قدمت فيه هو انه تفاهم ان كل وزراء خارجية الغرب كانوا مبارح موجدين في جنيف مع وزير خارجية ايران مستر الزريف وزريف يبدو ان كان متعاون ومتفائل ومبتسم مع الاطراف الاخرى اعتقد ان الكل يتفق ان الشركة الاوسط محتاج الى الامام او التغيير طبعا كل واحدها بصلها على طريقته وبعد الناس بصلها على انها انتقال الى جانب ايران وبعد عن المركز السكر العربي انتقال لشركة الاوسط جديد عدم الاهتمام بالعالم العربي ولكن انا ببس